اهلا بكم ارتفع عدد قتل التفجير الذي وقع امام الكنيسة القدسين في مدينة الاسكندرية الليلة الماضية ارتفع الى واحد وعشرين وقد وصيب عشرات اخرون بجروح وقد رشق مسيحيون غضبون مسجدا مجاورا بالحجارة ورجحت وزارة الداخلية ان يكون الانفجار ناجما عن عملية انتحارية واشارت الى ان هناك مؤشرة على تورط اجانب فيه وقد دعا بابا الفاتيكان الى ما سمى حماية المسيحين في مصر طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الاسرائيلية بتقديم مشروعها بشان حدود الدولة الفلسطينية على الارض المحتلة عام 67 كما طلب اللجنة الربعية ومجلس الامن بوضع خطة سلام جديدة تتفق مع الشرعية الدولية اكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشهيدة الفلسطينية جواهر ابو رحمة التي استشهدت صباح اليوم نتيجة استنشاق الغاز يوم امس في قرية بلعين لم تعان من امراض سابقة وانها وصلت الى مشفر ملة في حالة غيبوبة واضطراب في الجهاز التنفسي انتهت المهلة التي منحها الحسن وطر الفائز بالرئاسة وفق لجنة الانتخابات في سحر العاج لخصمه الرئيس المنتهي ولايته لورون باكبو للتنحي عن السلطة وسط رفض من الاخير ومن جهتها حذرت المفاوضة السلامية لحقوق الانسان باكبو وكبار مسؤوليه من امكان محسبتهم جراء اي انتهاكات لحقوق الانسان في صنعات تظهر مئات من انصر اللقاء المشترك المعارضة ماما البرلمان اليمني للمطالبة باقاف التعديلات الدستورية الرمية الى تمديد ولاية الرئيس علي عبدالله صالح المقرر ان تنتهي عام 2013 الى اللقاء اشتركوا في القناة